اشتركوا في القناة احداث كبيرة حصلت الاسبوع ده يعني احداث منها مع النادي الاهلي وفي احداث ايضا مع المنتخبات ويعني هيكون فيها اخبار وتعليقنا عليها بشكل يعني بعمق شوية وتفصيلي اكتر من الحلقات السابقة النص التاني الفقرة الحوارية حضركم عارفين انه كان منتخب مصر لتنس الطولة مشارك في بتوط افريقيا الاسبوع اللي فات يعني اخر عشر تيام كان مشارك فيها هناك بمجموعة كبيرة من اللعيبة ممثلة المصر منهم طبعا مجموعة كبيرة من النادي الاهلي والحقيقة فرق مصر حققت نتائج كبيرة جدا مدعومة بالعيبة النادي الاهلي النهاردة هكون حلقتنا عن تنس الطولة هيكون معنا النهاردة يحيى نجمة مصر في تنس الطولة والانضمت حديثا الى النادي الاهلي وهيكون معنا كابتن عادل شمان المدرب العام للسيدات في النادي الاهلي عشان نعرف من اتنين كل شيء عن داخل النادي الاهلي وايضا الكواليس بطوط افريقيا اللي فاتت ومناسبة الاه حصلت على المدرية الذهبية في زوجي السيدات هي وهنجودة وبالنسبة للفرق ايضا حصلت على الفريق يعني على مستوى فريق مصر حصلت على الذهب ايضا اذا يعني انجازات كبيرة في تنس الطولة انجازات هتشوفه حتى مرضودها على الترتيب العالمي للاعبتنا الموضوع بقى افضل كتير وفيه لعبات يعني قفزنا يمكن 21 مركز في التصنيف العالمي وفيه لعبات عندنا تصدرنا التصنيف العالمي يعني هنجيب لكم الخبر بالتفصيل ولكن ما شاء الله عندنا البطوط افريقيا يعني عملت طفرة كبيرة جدا جدا لمصر على المستوى الفرق وللفردي على مستوى اللاعبين واللعبان طيب هنروح للخبر يعني الابرز الاسبوع ده وهو السوبر المصري كورة الياد وبعد هزيمة النادي القلي وفوز نادي الزمالك بالسوبر كنا اول مباراتنا كان مع سبورتنج يوم الاحد وفوزنا على سبورتنج فرق هدف وبعد كده لعبنا يوم لاثنين مع نادي الزمالك وللأسف لم نوفق وخسرنا طبعا بقول هاردو راك لنادي الاهلي ولكن في بعض الامور اللي أنا يعني عايز لها اجابة ويعني محتاجين نحن نفكر مع بعض شوية زي ما تعودنا برنامج الابطال احنا دايما بنفكر مع بعض ممكن يبقى فيه سبب ايه ايه اللي حصل الدنيا ماشية ازاي اولا النادي الاهلي خلينا نرجع بالفلاش باك شوية النادي الاهلي السنة اللي فاتت ركز مع الفريق كمجلس ادارة بتكلم كمجلس ادارة طبعا بقادر كابتل محمود الخطيب ركزه بشكل كبير مع الفريق دعموا الفريق بصفقات جديدة دعموا الفريق بجهاز فني اسباني وايضا قطاع الناشئين ايضا بمدير فني اسباني حصل طبعا دعم اللاعبين معسكر اعداد جاي جدا جدا سافروا اسبانيا الفريق اللي طلبوا المدير الفني تحق يعني سافروا اسبانيا لعبوا مباريتين بعد كده اتلاني على البوسنا لعبنا ثلاث مباريت رجعنا كم مننا مباريتنا هنا ودية في مع فرق مصرية ودخلنا على السوبر اذا الاعداد جيد دعم اللاعبين جيد عندك لعيبة شباب كويسين جدا يعني عندك لعيبة كويسين جدا على مستوى الشباب او السن الصغير احنا افضل بكثير طب ايه اللي حصل ليه خسرنا ماتش السوبر بالرغم ان احنا بالورق والقلم افضل في الوقت النادي الزمالك خسر جهود اتنين لعيبة كانوا مميزين جدا السنة اللي فاتت الاخوين الدرق مش موجودين السنة دي بالاضافة لاصابة كمان في ابرز اللاعبين هناك يعني انت بتتكلم فيه تلات لعيبة مؤثرين جدا مش مجمودي مودي محمد مودي مصاب بصليب ربنا يا شفيه طبعا نتمنى السلامة لكل لعبتنا ولكن النادي الزمالك مفتقد جهود تلات لعبين كانوا مؤثرين جدا السنة اللي فاتت يعني بنتكلم على الاخوين الدرق خلصوا مطشات كثيرة جدا قدامنا سايفاتي ممكن مطشين تلاتة ما بلعبوش السنة اذا فين المشكلة انت افضل انت بتعدى احسن انت شبابك احسن المشكلة فين والله انا يعني يعني شايف ان يعني الفريق محتاج روح اكبر يعني لازم نلعب بروح وتارجت وهدف اكبر انت لو بيبقى عندك هدف بتتواجد الروح انت ممكن تكون اقل فنيا وشوفنا ده في مطش في افراقيا في السوبر الافريقي يعني اصد اقولك ان انت ممكن تبقى اقل فنيا والمنافس اقوى ولكن بالروح بتعوى للأسف الفريق افتقد الروح في هذه المباراة والروح كانت مهمة جدا 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 يمكن هي دي اللي ميزت يمكن الزمالك عن النادي اهلك كنا محتاجين الروح كان محتاجين تركيز اكتر من كده لازم اللعيبة والكبار اللعيبة الكبار انا بختص اللعيبة الكبار ليه انا بقول كده اولا انت عندك اتنين من الصغيرين اتنين لعيبة 20 سنة و19 سنة و21 سنة عندك مهاب سعيد قد مباراة كبيرة جدا عندك حميد حارس مرمة قد مباراة كبيرة جدا الاتنين صغيرين في السن يعني الموضوع مش محتاج خبرات ولا حاجة الموضوع بس محتاج روح الاتنين دول كان عندهم روح كان عندهم دافع كان عندهم اذا ما بتقول احنا بنقول في الرياضة جزوا على سنانهم جزوا على سنانهم في الملعب كده عملوا مباراة كبيرة جدا لا احنا مش عايزين واحد ولا اتنين احنا عايزين الحالة الروح دي او الروح دي تبقى على كل الكل يبقى عنده حتة الروح والعزيمة ان احنا نازلين نكسة انا شايف معلش ان السبب الرئيس هي الروح غياب الروح يمكن معرفش هل رهبة المباراة هل ان انت بعد ما تلقيت كذا خسار السنة اللي فات فانت نازل الان ما كانش جيد دفاعنا ما كانش جيد بدليل ان فيه لعيبة ما كانتش على الساحة خالص ومش مع ملاح ساف فني وعملت قدام الجيم كويس معنى كده احنا لما كان يحصل ده في الرياضة يبقى معنى كده ان انت مش مستعد ومش قاعد على رجلك ومش بتدفع بقوة عشان يجي لعيب مش محسوف فنيا يسجل فيك ويبقى سبب في المكسل اذا هي الروح لازم اللعيبة تقعد مع بعض لازم اللعيبة كبار خاصة اللعيبة القياديين خلي بالكوا السنة دي مفترق طرق سنة الفاتية كان فيه يعني بعض الاعذار ان انت ناقص ان انت مصابين محتاج خبرات محتاج محتاج كل ده مجلس دارة وقف بشكل كبير في ظهر الفريق دعم فني دعم معسكرات اعداد خاصة رأس مدير نشاط ريادي كابتخاد العودة ورجل كرة يد فاذا عمل كل ما هو ممكن يتعامل للفريق ولسه ولسه فيه جمان جاي هيتعامل الروح لازم اللعبين يعني تقعد مع بعض لازم يتعاهدوا مع بعض خلاص ما ينفعش بطولة تانية تتخسر السنة دي الفريق بيستعد لاستكمال طبعا الدوري بقى يبتدي الدوري عندنا مطش المعادي ان شاء الله هيتلعب الأسبوع القادم وبعد كده بنستعد بقى وبعد كده بقى يعني احنا نلعب ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية مع المعادي على الساعة 4 العصر في نادي الأهلي أو صورة الأمير عبدالله الفيسر بمقر نادي الأهلي بالجزيرة اليوم اللي بعده السبت احنا باي التلاتة اللي بعده هيبقى الجولة التالتة عندك بتستعد المشاركة في البطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري ولا تلاقي في تونس من 30 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر عن الكلفة في اسبوعين كمان هيبقى يعني بالكثير اسبوعين هيكون بمسافر تونس يعني انت عندك خلاص الدنيا الرابط لازم الفريق يفوق واللعابة الكبار تفوق خلاص انت رايح على بطولة أفريقيا مهم جدا مش هينفع السنة اللي فاتت بتدين الموسم ببطولة أبطال الكقوس السنة دي لم نوفق فاول بطولة انت عندك بطولة أفريقيا للأبطال الدوري محتاجينها ولازم ناخدها والروح انت هنا مش طالع تنافس بس نادي الزمال انت طالع تنافس الأندية التونسية انت بتلعب في تونس البطولة في تونس فإذا هيبقى الترجي والأفريقي مشاركين من غير ما يعني ما فكر فطبعا انت عندك يعني منافسة أكتر وأشرص فطبعا لازم يبقى فيه روح بدون روح مفيش أي فريق وخلي بالكم زي ما قلت لحضراتكم اتنين لعبها صغرين لعبوا بروح أدوا أداء كبير جدا يعني الموضوع بسيط جدا مش محتاج أي حاجة الجز على سنانك وقعد على الجليج دافع محدش يخش بسهولة استحضر وركز في كلام المدير الفني هتكسب بما لا شك ولكن هرضي لك إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله وانا عن نفسي أنا متفائل ليه لأن أنا متفائل لسبب واحد من جد وجد اللي بيشتغل أو اللي بيزرع بيحصد الفرقة شغالة يعني دي ممكن بطولة لسه عندنا خمسة إن شاء الله رب العالمين ناخد الخمسة من الخمسة اللي جايين ليه لأ فأنا متفائل كل اللي بيتعب ربنا بيدله في النهاية طيب هنروح لشباب كرة اليد اللي فيه مجموعة كبيرة أيضا بتشارك مع الفريق الأول في تدريباته كانوا بيلعبوا المعادي الحمد لله فوزنا بنتيجة كبيرة 42-12 فرق كبير جدا على النادي المعادي نادي نادي محترم وبيمرن هذا الفريق الكابتن أشرف عواض نجمي طبعا مصر والنادي الأهل السابق وكان السنة اللي فاتت مساعد في الجهاز الأول أو الفريق الأول ولكن مرن فريق الشباب وفرقتنا هترجع من المواجهة اللي هتكون يوم الثلاثة إن شاء الله مع نادي الزمالك يعني عندنا باي وبعد كده نادي الزمالك يوم الثلاثة في مئة عقب إن شاء الله يعني عندهم برضو مبارات قوية ولكن إن شاء الله نحن متوسمين خير في هذا الجيل أنا أقول لكم احنا في السن الصغير الشباب والناشئين احنا أفضل احنا أفضل عندنا طبعا المعادي باي بعد كده الزمالك إن شاء الله يبقى النفوز إن شاء الله في مئة عقبة بس إحنا على المستوى ده إحنا أفضل إن شاء الله إحنا أفضل مستوى الشباب موليد 2002-2004 وانت نازل إحنا الحمد لله أفضل بدليل مشاركتنا مع المنتخبات وبدليل مشاركة لعبتنا مع الفريق الأول أكيد إن شاء الله يعني زي ما أقول لحضراتكم هتبقى النتائج جيدة وخلي بالكم ده مرتبط ده داخل مع الفريق الأول هذا الجيل هو 2002-2004 داخلين مع المرتبط كل واحد بدرجات بتقل معايد يعني الفريق 2002 بيساعد الدرجة الأولى بويت معاين في النقط و2004 نفس الكلام ولكن الفريقين داخلين مع دوري المرتبط عشان يرتبوا الفرقة بعد كده من الأول للسادس وبعا كان يخش على دوري السوبر لكرة اليد إن شاء الله ده يبقى لاحقا بعد كده بإذن الله طيب هنروح للسيدات السيدات طبعا ما شاء الله عاملين يعني شغل كويس أول مباراة اطلقوا خسارة من سموحها بـ 26-24 كانت المباراة في سكندرية المباراة الثانية كانت مع نادي الزمالك ابتسحنا نادي الزمالك بفرق كبير جدا 34-22 وكانت المباراة على صالة الأمير عبدالله وفيصل بالمناسبة كابتال محمد عادل زولة وهو في المباراة كان عنده شعور بنغزة في سدره وطبعا يعني نقل بعدها على المستشفى المعلمين وعمل أسطرة وركب دعمات ولكن طبعا بيتمناله كل الشفاء وهو دلوقتي بيقود التدريبات عادي طبعا ما فيش أي مشكلة طيب فريقنا بيستعد إن شاء الله للمعادي في دور السيدات بإذن الله يوم السبت المطشاة بتتلعب الساعة 6 وهي المطشاة هتلعب على صالة نادي المعادي دي المباراة بتاعة الزمالك الزمالك كان بيرتدي الزي الأزرق في مباراته مع الأهلي طيب أنا عايز أقول لكم إن بعد الخسارة طبعا سات الوزير العامل فاروق وكابتن مرتاجي وطبعا ياسر لبيب أنا بس وكابتن خادر العوضي وكابتن مي أعضاء مجلس إدارة موجودين كلهم في المقصورة كان بيسندوا فريق كرة اليد سيدات والحمد لله كان بيقولوا مباراة يعني كان نفسنا نشوفها يعني إحنا كنا عايزين نزاع القاتل النادي الأهلي لو لا الاتحاد كرة اليد رفض إن إحنا هنخش كنا هنزاعها وكنا نستمتع جدا بأداء النادي له بس خلينا أقول حاجة إنه بعد الخسارة الكبيرة لنادي الزمالك 34-22 نادي الزمالك قرر عدم المشاركة في البطولة العربية ساعات بتبقى الخسارة التقيلة دي بيلجأ بعض الفرع يقول لك لا مش أشارك أنا وضعي مش جايد بالرغم هو كان بعد أنه يشارك في البطولة العربية ولكن نادي الزمالك سيدات انسحب بعد هذه الهزيمة من بطولة بطولة العربية كنا نتمنى طبعا المشاركة ولكن طبعا نتمنى أنهم نتمنى الخير لكل الفرق المصرية ولكن ده اللحظة نقول لكم حضراتكم الخبر نادي الزمالك انسحب بعد هزيمته من الزمالك الأهلي بالنتيجة 34-22 عصرات الأمير عبدالله الفيس بمقر نادي إن شاء الله ابتداء من 5-15 أكتوبر القادم في دولة الكويت الشقيقة البطولة العربية قوية يمكن هي الأقوة على التاريخ هي النسخة رقم 34 دي مجموعة النادي الأهلي الأهلي والرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني المباريات كالآتي الأهلي الأول هي لعب الميناء اليمني ثم الغرافة القطري ثم بعد كده الرياضي طبعا دكتور مجد أبو فريخ نائب رئيس الاتحاد العربي على يمينه دكتور العميد عبدالله شلبي مدير تنفيذي الاتحاد المصري السابق ومدير تنفيذي الآن الاتحاد العربي كله ده كانوا في حضور طبعا القرعة أو بمثلوا طبعا الاتحاد في إجراء القرعة وزي ما قلت لحضراتكم دي المباريات مبارياتنا هتبتدي تدريجي الميناء اليمني زي ما قلت لحضراتكم بعد كده الغرافة القطري وبعد كده الرياضي اللبناني فهي مباراة تصعودية طبعا فيه أربع مجميع المجموعة الأولى زي ما قلت لحضراتكم احنا جايين في المجموعة التانية المجموعة الأولى مين الكويت الرياضي الاتحاد السكندري أهل حلب السوري أهل بني غازي وهنا شفنا مشاركة أهل حلب السوري عودا حميدا للفرق السورية أهل حلب من الأندية السورية اللي لها باع وذراع كبير في كرة السلة وكان لها الشرف ان انا لعبت فيه حلب وصاد أهل حلب مرات عديدة ويعني شعب أو أهل حلب مجموينين بكرة السلة أو مغرمين بكرة السلة المجموعة الثالثة الأهل البحريني البشائر الرياضي العماني كذم الرياضي السد القطري نخش بعد كده على المجموعة الرابعة الجهراء الرياضي بيروت اللبناني ودادبو فريق الجزائري ودجلة الجامعة العراقي الأهل طبعا بفكر حضراتكم أو مش بيحتاج أفكركم لكم طبعا مذكرين معنا وحفظين النادي قال له حامل اللقب البطولة الأخيرة في نسختها 33 اللي كانت مقامة في برج العرب في اسكندرية السنة اللي فاتت في نفس التوقيت النادي الأهل رايح بأمال عريضة النادي قال له رايح باثنين أجانب معنا في الفريق والتر هوج اللي طبعا محترف معنا البورتوريكو الممتد معنا طول الموسم وفاكوادي اللعب الأمريكي اللي اللعب معنا السنة اللي فاتت أيضا البطولة العربية ويبقى لنا الحق في التعاقد مع لاعب عربي ثالث هل مستر أجوستي بوش هيكتفي بالتشكيل ده ولا ممكن يتعاقد مع لاعب عربي ده اللي هتسفر عنه الأيام القادمة ولكن اللي عرفوا اللي أنا شايفوا أنه طبعا الفرقة بتتمرن بشكل جيد بيستعدوا بشكل جيد الملعب الدوليين نزلوا التمرين لعبنا مباراة في بطولة القاهرة وفوزنا فيها بفرق كبير جدا يعني أصدأ لكم أنه الفريق بيستعد بشكل جيد ثلاثة عشان يستعد أو ياخد على أجواء قبلها بيومين ثلاثة البطولة دي من أقوى البطولات يمكن أقوى من البال بسكتبول أفريكا لأن كل فرقة معها ثلاثة محترفين بالإضافة للعب المحلين القوي لأن كل الفرقة دي هي أبطال في بلدانهم هنروح لنرجع تانيا نرد لخبر مهم مع تنس الطاولة بطولة أفريقيا وزوانا حضراتكم النتائج الجيدة بطولة أفريقيا اللي كان لها تأثير مباشر على ترتيب اللعبين الفردي أو الرنك العالمي عندنا دينا مشرف نجمتنا نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر والمحترفة في ألمانيا وفرنسا ترتقي 21 مركز في التصنيف العالمي وهنا جودة بنتنا بنت النادي الأهلي طبعا عندي صورة نجمتنا الكبيرة دينا مشرف اللي ارتقت 21 مركز في التصنيف العالمي وهنا جودة تتصدر تصنيف الشبات تحت 19 سنة رقم واحد على العالم هنا جودة بسم الله إن شاء الله وهي صاحبة الخمستاشر عامي دينا مشرف لعبة منتخبنا الوطني لتنس الطولة ونجمة النادي الأهلي تصنيف ارتقة 21 مركز بتصنيف العالمي وجات في المركز الـ 29 بعد ما كانت في المركز الخمسين عشان تكون صاحبة أحسن تصنيف لعبة مصرية وعربي أفريقية على مدار التاريخ إنجاز كبير جدا جدا يعني دينا حققت القفزة دي بعد فوزة بتوط أفريقيا الأخيرة واللي كانت في الجزائر بعد فوزة على زميلتها يسرى أشرف حلمي نتيجة 3-0 4-0 لأسف لو رحنا للمعجزة الصعيدة هنا جودة فنلاقيها تصدرت التصنيف العالمي تحت الـ 19 اللي أول مرة فيه تاريخها وده بالإضافة لتصدرها التصنيف التحت الـ 15 وتحت الـ 17 يا جماعة يعني لازم هنا سأصمت قليلا زي ما بيقولوا هنا جودة اللعبة صاحبة الـ 15 سنة دي معجزة دي لو في أي دولة يعني أوروبية مثلا أو أي دولة كبيرة كانت هتبقى معجزة عليهم ما بالك بقى في مصر اللي هي بتقع يعني في أفريقيا اللي هو يعني برضو إحنا مشتونا مش زي أوروبا بتتكلم مصر بنت مصر طلع تصنيفها رقم 15 واحد على العالم تحت 17 الواحد على العالم تحت 19 واحد على العالم أنا أتصور حتى اللعبات يعني يمكن أنا يعني يقدر خيركم أنت حطين صورتها ورايا يعني لأنها فعلا أسطورة لفعلا يعني 15 سنة ومعجزة الأسطورة دي بقى يعني يمكن لما تجبر شوي إنما دلوقتي هي معجزة معجزة بكل المقييس وأنا الحقيقة يعني ما عنديش كلام أقوله لما يبقى لعب بيلعب بطول اللعبة بيسيطر عليها الصينيين على مدار التاريخ ويتصدر التصديف العالمي 15 و 17 و 19 لا يعني بجد يعني إنجاز كبير تتحدث ورجم 42 على مستوى السيدات أنتوا بتتكلموا يا جماعة معجزة بنت النادي الأهلي يعني زيما بيقولوا هي عندها سنتين 3 و 4 بتلعب في النادي الأهلي يعني دي خريجة أكاديمية النادي الأهلي في كل شيء هنجودة الحقيقة يعني بتعمل معجزة بتعمل ملحمة كبيرة جدا هنجودة بالمناسبة بتعمل عمرة دلوقتي هي والدتها يعني أنا عايز أقول لكم إن مهما قلنا ومهما عيدنا مش هنقول الإعجاز اللي حصل ده مش معجزة ده إعجاز ده هنجودة إعجاز بجد بكل ما تحمله الكلمة من معاني أن أنت تتصدر التصديف العالمي في الثلاث مراحل السنية وفي التصنيف السيدات وإنت عندك 15 سنة وفي التصنيف السيدات 42 عشان أوصل للتصنيف في الثلاثة لازم أشارك في الثلاث بطولات في الثلاث مراحل سنية بطولات كتيرة فمتخيني حكم الجهد والجهد المبزول بيعاكس عن نتائج ونتائج جيدة في الثلاث مراحل سنية أنا عايز بس الناس تفكر أو تستحضر معي الإعجاز اللي بتعمله هنجودة ده أمانة إعجاز عشان سنها كمان صغيرة يعني دينا مش في ربنا يديها الصح يا رب 29 عالميا دينا مش في أسطورة كبيرة أيضا ولكن هنجودة صغيرة في السن لسه عندها العمر كبير هي في التصنيف 42 أنا يعني ما عنديش كلام أقوله غير ربنا يحميك يا رب ربنا يحفظك من الإصابات يا رب تكمل زي ما هي ماشية وتستمر بإذن الله ونشوفها في يوم الأيام يعني زي دينا مش في كده ما هي الأولى عربيا وأفريقيا أو أول عربية وأفريقيا توصل لمركز 29 عالميا إن شاء الله نشوفها هنا جودة مع العمر متوصل 21-22 سنة توصل تبقى رقم واحد على مستوى العالم في إعجاز وإنجاز كبير لمصر وصنع هذا الإنجاز داخل النادي الأهلي عزام شانين خلينا نكمل أخبارنا ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد عندنا خبر يعني الحقيقة كنا يعني قرينا عنه وكان بيتصدر يعني وكالات الأنباء والمهتمة بالرياضة توماس باق هو رئيس اللجنة الأنبية الدولية تعرفين حضراتكم أنه الألعاب كلها أو يعني الألعاب الشهيرة كلها كمان فيه بتبقى تحت مظلة اللجنة الأنبية الدولية مين رئيسها؟ توماس بخ توماس بخ هو الرجل رقم واحد في الرياضة في العالم مبدئيا وهو من الشخصيات المؤثرة جدا في اللوايح والقوانين العالمية والتنظيمات الأنبية وليه أراء كبيرة جدا جدا مبارح هو هيزور مصر طبعا يوم 23 سبتمبر اللي جاي طيب هيزورها ليه؟ أنا هقول لحضراتكم الكسر ده دكتور أشف صبحي وده المهند الشام حطب ودي زيارة لللجنة الأنبية المصرية ده على فكرة مدحة في اللجنة الأنبية المصرية أنا دخلته كتير وشفت وده على مدخل اللجنة الأنبية من برا ده السلم بتاعها من برا دكتور أشف صبحي راح لمهند الشام حطب وتفقد آخر المستجدات وآخر الاستعدادات لزيارة توماس بخ طيب توماس بخ جاي يزورنا ليه؟ أولا كل دي شهادات تأدير ومصر تاريخها الأولمبي ممتد يعني لقديم لبداية القرن اللي فات وليه لها تاريخ كبير جدا طبعا في الحركة الأولمبية العالمية فدكتور أشف صبحي ومهند الشام حطب يستعدوا لهذه الزيارة طب توماس بخ جاي يعمل مصر هو جاي إن شاء الله هيلتقي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان طبعا أكيد اللقاء ده مترتب له من الفترة طبعا هو جاي يعابل طبعا سيادة الرئيس وفي نفس الوقت نستطلع رأيه في استضافة مصر الأولمبيات أولا وزارة الشباب وضحت بما لا يعني يدع للشك إن هي مصر ما تقدمتش لاستضافة أولمبيات 2036 حتى الآن احنا ما تقدمناش ولكن في زيارة توماس بخ أكيد هنتطرق ليه ده أكيد هنتكلم طب لو حبينا نستضيف أنت شايف إيه بدليل إن الراجل ده مترتب له زيارات لمدينة مصر الدولية في العاصمة الإدارية ومترتب له زيارات لكل المنشآت اللي عمل الجديد والبنية التحتية الرياضية بالإضافة طبعا للبنية التحتية اللي حصلت في مصر ككل يعني كطرق وكمنشآت سياحية تستضيف عدد كبير من الرياضيين يعني عايزين الراجل يطلع على مواسط إليه مصر ودي حل فكرة حاجة يعني خطوة كويسة ليه لأ لما راجل كبير زي ده ييجي وكل وكلات اللي أم بقى تتكلم والراجل يروح يزور ويشوف ويلف اللي بيشوف غير اللي بيسمع دايما كده فأكيد طبعا هيبقى الانطباعة جيد ممكن مصر بعد كده لما تسمع منه يعني مصر يعني عايزة إيه من وردها مصر عايزة تبقى الدولة العربية والأفريقية الأولى في التاريخ اللي تستضيف هذا الحدث الكبير وانت عندك دلوقتي من وجهة نظرنا عندنا الإمكانيات عندك إمكانيات بنية تحتية راضية قوية جدا والكلام ده يعني يعني بالفعل والقول ليه لأن انت عندك بطولات عالمية تتنظمت خلال السنتين اللي فاتوا بداية من قلب كورونا طلط الياد اللي اتعاملت عشرين عشرين صح يا جماعة في يناير عشرين عشرين واحد وعشرين في عز أزمة كورونا واحنا بننظم بطولة عالم وبعديها فتحت الرياضة في العالم كله ونظمت بعدها يمكن عشرين تلاتين حدث الرياضي الكبير على مستوى بطولات العالم إذن انت عندك عملت مش ما عملتش الحاجة الثانية عندك كوادر دلوقتي عندك كوادر إدارية عندك كوادر على مستوى الميديا والإعلام والكلام ده كله تقدر تنقل الأحداث دي يعني عندك كوادر كبيرة جدا طيب نخش بعد كده على المنشآت المغزية بقى أو اللي بتساعد سواء قتلات عندك يعني دخل القاهرة أو في مدن أخرى عندك طرق يعني أنا تذكر وأنا صغير لما تقدمنا لمنديال لتنظيم منديال 2000 تقريبا عشرين عشرة اللي خديته طبعا ساوس أفريكا ساعتها وكان مفهود ممكة مصر متقدمة من ضمن النقط الاعتراض وأنا فكر كويس قوي جدا لأنه كان ساعتها رئيس جهاز الرياضة الراحل كابتن طلع الجينيدي هو كان مدربي في يوم الأيام ولكن كنت يعني كنت متطلع الملف ده فتصربت أخبار كده إنه من ضمن اعتراضات اللجنة اللي جات الترق إن كانت الدنيا زحمة لو الفريق يتنقل من مكان لمكان ممكن ياخد وقت الجمهور اللي هيجي تابع الأحداث الرياضية أو كاس العالم هيتنقل إزاي إحنا دوقتي ما عندنا لاش أي مشكلة في هذا الكلام فمن حق مصر أنها تحلم ومن حقنا أنه نحن نحلم باستضافة أولمبيات العالم وليلا وليه لأ ممكن نتومس بخ لما ييجي يعني يقتنع ويشوف بنفسه اللي وسط ليه مصر كابينيا تحتها الرياضية في الحالة دي يقولك والله لا يا جماعة طيب يلا أنا موافق قدمه وهدعم الملف بتاعكم الدنيا بتيجي كده ما بيجيش إن انت بتروح هب يلا طخ أنا مقدم لا طبعا بتيجي إن انت الأول بتجيب الناس يشوفه طب نقدم وتدعمونا لا ما تقدموش خلاص مش هنقد طب نقدم وتدعمونا طب انتوا شايفين اللي ينقصنا لا والله انت رئيسكو مدمار في كذا رئيسكو مثلا حمام سباحة كذا رئيسكو كذا رئيسكو مثلا قتلات في المكان ده طب هجيب لجنة من عندي تشوف هيا كده الدنيا بتمشي كده وخلي بالكو برضو أكيد أنا بقول لكم من الكواليس اللجنة الانبياد الدولية توماس بخدر حضر إيه يا جماعة حضر كاس العالم لكورة اليد اللي كان هنا بطولة العالم حضر أحداث رياضية بعد كده كتير هنا في مصر وكان متابع وبناءنا عليه وبعد ما جيه بطولة العالم لكورة اليد دي هنا بناءنا عليه جمد قلبه وتم إقامة توكيو 2020 اللي تعاملت 2021 يعني بطولة العالم هي اللي فتحت نفس الناس وفكرة البابل والفقاعة الهوائية اللي بيتعزل فيها اللعيبة ما بتخرجش برة والقصة دي شافها شافها لايف قدامه فاتشجع وأصر أنه يعمل ألمبياد توكيو معلش أنا بستطد في الخبر ده بس هو ده الطبيعي إن مصر هي ده دورها دلوقتي خلاص مصر تقدر وعندنا من البنية التحتية اللي نقدر نقول يا جماعة تعالوا وعايز أقول لكم الدولة اللي بتنجح وتستضيف حدث زي ده بتقعد قبليها عشر سنين يعني بص أنا ولوك بتتصيط بتتصيط الدولة اللي بتاخد حدث كبير قبليها كاس عالم كورة قدم أولمبياد حاجة زي كده بتبقى محط أنظر العالم عشر سنين وبيحصل طفرة اقتصادية وبيحصل طفرة في حاجات كتير وتعاون مع جهات كتيرة يعني تبقى الدنيا جميلة جدا فتمنى إن شاء الله إن احنا نسير بخطة سابتة في هذا الملف ويا رب نحلم فيه من الأيام نشوف الأولمبياد هنا في مصر بإذن الله طيب هنروح لريشة الطائرة ودائما بيجيب أخبارهم لما بيكون في حدث لأنه اتحاد شغال وفي مجموعة من اللاعبين الجيدين ومصر بتعمل فيه إنجازات كان طبعا أخيرها الحدث الكبير للأولمبياد لما شاركنا فيها إذن فيه شغل بيحصل فيه بطولة اسمها بطولة بنينة الدولية ريشة الطائرة احنا رحنا شاركنا فيها وحققنا فيها إنجازات كويس ولازم نقفر الولاد دول والشباب دول والمجتهدين اللي هما بلعبوا رياضة يعني عايز أقول لكم من غير أي دخل ومن غير أي حاجة بس بلعبوا عشان بيحبوا رياضة منتخبنا الوطن ريشة الطائرة حققت ست مديليات في بطولة بنينة الدولية واللي بتتلاقي في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر اللي احنا فيها حقق منتخب الشباب تلت مديليات اتنين دهب واحدة فضة عن طريق ذهبيت جانا هشام في فردي الشبات وحققت زميلتها هادي أحمد الجندي المديلية الفضية في نفس المسابقة وحققت ثنائي ذهبيت زوجي السيدات اما لو رحنا لمنافسات الكبار فهلقى اننا حققنا ثلاث مديليات برضو بس كانوا فضية وبرونزيتين وحققت نور يوسري برونزيت منافسة الفردي وقدرت مع زميلتها جانا هشام في انها تحقق فضية زوجي السيدات وحقق زميلهم محمد مصطفى كامل وكريم محمود عزة برونزيت زوجي رجال زوجي رجال وخلينا اقول لكم الشبات هم اللي برعبوا سيدات يعني انا خدت بالي من الخبر هو ان اللعب وشبات هم اللعبوا سيدات يعني ما تقولش في الشبات خدنا ذهب وفي السيدات خدنا فضة لا ما عشان الشبات بلعبوا تحت وتقولوا اللعبوا في السيدات فوضع طبيعي كمان سنة ولا اتنين هياخدوا ذهب في السيدات طيب كان بيدرب المنتخبنا الوطني كابتن محمود عزة واللي قدر انه يحقق مع بطلاتنا ضوحة هاني اول مدانيا المصري في تاريخ العاب البحر العاب المتوسط واللي كانت شهر سبعة الدولية واللي هتتلعب على أستاذ القاهرة في الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر اللي جاي بإذن الله وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن بطولة بنين وبطولة مصر الدولية اللي هتتلعب في 13 حتى 17 أكتوبر اللي جاي ان شاء الله معنا على التليفون محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري الشيء الطائرة اهلا بيك يا كابتن محمد اهلا بيك يا كابتن ايسان مشاهد خير على قناتنا المفضلة وعلى حضرتك هي بطولة مجدولة في أجنتتك بداية الموسيقى هي بطولة يعني بتحتوي أكتر من معنى ان احنا عندنا قدم حاتب ونضحة هاني الترتيب باريس ان احنا زي ما انت عبرتك عارف ان احنا لاقي بالترتيب دولي وتاني حاجة بنستعد لبطولة مصر الدولية باحتفاظ قوي من منتخب الشبات اللي عنده بطولة العالم في اسبانيا كمان يوم 18 أكتوبر لحد يوم 24 أكتوبر اللي جاي بس كده لا بس ثانية واحدة يا كابتن كده انت عندك الشبات مش هيشاركوا بطولة مصر الدولية لان انت عندك احنا ان شاء الله يلحقوا اول 3 اول يومين وان شاء الله يكون ممتاز 17 ممتاز 18 بعد انتهاء البطولة على طول بالليل ممكن ان شاء الله يكون صفارهم لبطولة العالم في اسبانيا الله ينور يعني هلعبوا البطولتين الله ينور يا كابتن اتفضل يا كابتن احنا بنحاول نضيهم فترة احبيكات قوية ان احنا زي ما قلنا لحضرتك قبل كده في اللقاءات سابقة ان احنا ان شاء الله بنحاول نقط ولادنا على الطريق العالمي وده دعم الوزارة لنا والاستجاه الوزارة ان احنا عايزين مدليات عالمية يعني افريقيا الحمد ان احنا مسيطرين على افريقيا العرب مسيطرين عليها فالريشة الطيرة من الصعب ان احنا ننتقل للعالمية لكن بنجهز ولادنا للطريق ده ونديهم السكة والطريق يعني زي المحلة بذي المتوسط كده دي كان البداية ان شاء الله بنبص بقى لبطولات العالم طب كابتن البطولة مصر الدولة دي نسختها كامل هل دي النسخة الاولى ولا كان فيه بطولات قبلها لا ده النسخة السادسة هي توقفت سنتين بتاع فيروس كورونا انما احنا عودنا بقوة عندنا ما شاء الله اتنين وتلاتين دولة يعني الدبلاين بتاع البطولة قفل مبارح ساعة 6 مساء اتنين وتلاتين دولة هيشاركوا في البطولة من اعلى دول العالم ما شاء الله برنسا وانجلترا وامريكا ودول الشرق آسيا الهندي جاية يعني ايطاليا ده رقم كبير يا كابتن اتنين وتلاتين دولة في بلد زينا لسه بتاخد خطواتها الاولى في ريشة الطائرة يعني برضو ده ثقة كبيرة من الدول دي كلها في حضور حدث زي ده في مصر ثقة العالم في مصر طبعا طبعا وفي مكانيات مصر والتنظيم مصر واحنا ان شاء الله بنحاول نجل تجهيز كامل احنا تفكرنا اللجنة العليا اخترنا مدير البطولة بالطور باسم التعامي بدينا نشتغل من دلوقتي بإذن الله نعمل بطولة على قدر الحدث وزارة الشباب ورياضة متعاونة معنا بكل إدارتها بحقيقة وبتتواصل كل يوم حددونا دعم معين لها كويس يقدر يغطي تكلفة كبيرة من البطولة احنا بنكتقد مع نفسنا ان احنا نجيب اكبر قدر ممكن من العملة الاجنبية برضو عشان السفريات من المنتخبات الدخل بتاع الفرق ان شاء الله فبنكتقد كلنا ان احنا نظهر بالصورة اللي يرضى علينا بها العالم ان شاء الله ان شاء الله هنتابع برضو يا كابتل معاك بطولة مصر الدولية وحاجة جيدة ان احنا نشوف دعم كمان من وزارة الشباب ورياضة وحاسة بالمكود اللي انت بتعمله هو فعلا ده تأدير كبير والله انا بقول بأمان انا من ساعة ما توليت المهمة يعني قريب سنة كل البطولات بيدعمونا فيها بيساعدونا بيتابعونا يعني بصراحة يعني انا بشكرهم بشكر معالي الوزير الدكتورة عشان صبحي وقدرت قطاع الرياضة قطعت الاداء الرياضي معاوني سيادة الوزير بصراحة بيتواصلوا بأي مشكل بيحلونا مشاكل بالوقت كتير جدا وانا بشكرهم وان شاء الله نكون عند حسن وظنهم يا رب طب كابتن قولي يعني احداك عندك فريق براليمبي كمان يعني فريق بيلعب نحن نحن الاتحاد بقى خليط نحن انا نفسي مش ملاحق والله يا كابتن عيسى انا عندي بطولة افريقيا للبارة بادمنتون هتسافر يوم الحد ان شاء الله م شاء الله ارجع يوم 24-29 دي بطولة افريقيا عندي لينهم اتنين لعبة في البارة م شاء الله شايماء سامي رقم 4 على العالم ياسمين عيشة رقم 6 على العالم انتقل انتقال كويس جدا بالرعاية والوجود الاتحاد بنحاول نوصل للعبتنا بكل دعمنا وكل امكانيات للعبين في الفترة اللي موجودة ربنا معك يا كابتن محمد وان شاء الله مجهود مشرف وان شاء الله ندعمكم بشكل كبير اعلاميا ان شاء الله لما نشوف انتو بتحققوا الترجل بتاعكم ان شاء الله ربنا يخليك وشرف لينا ان احنا نكون معا عليك ان شاء الله كابتن محمد كمال القائم بعمال رئيس اتحاد المصري ريشة الطائرة بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لريشة الطائرة لما يبقى فينا الشغالة اكيد ده حاجة بتسعيدنا جدا جدا ننح لخبر الحقيقة ساعدنا كلنا خبر يعني اول مرة في التاريخ تتأهل لعبة مصرية في المصرعة الى نهائي بطولة العالم مين اللي عمل كده صمر حمزة نجمة مصر في المصرعة استطاعت انها توصل لبطولة العالم خلينا اقول لكم ان صمر حمزة من اللعبات كتير اللي اتظلمت او اللعبات كتير اللي اتظلمت او قابلها سوق توفيق بشكل غير طبيعي الفترة اللي فات دي صورة نجمتنا صمر حمزة صمر بدأت مشوارة في بطولة العالم وهتلاعب ان شاء الله بطل التركية في النهائي صمر حمزة كل اللعبات اللي كسبتهم يا ام أبطال عالم يا أبطال أولمبيين وبالمناسبة بطل التركية اللي هتلاعبها في النهائي هي صاحبة برونزية الأولمبيات وصمر حمزة من اللعبات اللي لعبت أولمبيات ولكن صادفها سوق حظ صغير طبيعي المتابع صمر حمزة من زمان متابعها من فترة وبقول يا ربي هي بتكتهد وبتشتغل اللي راحت في بطولة العالم وكانت البعثة ممثلة في هيسن فاهمي في وزن كانوا 6 لعيبة هيسن فاهمي في وزن 60 كيلو جرام محمد إبراهيم كيشو 67 كيلو جرام محمد مصطفى متولي في وزن 87 عبداللطيف منيع في وزن 130 ومعهم في المصارع الحرة يوسف حميدة في وزن 125 وصمر حمزة في وزن 76 في المصارع النسائية بيدرب منتخب المصارعة الكابتن كمال عبدو أما المصارع الحرة والنسائفة بيدرب من كابتن محمد طلبة وبترأس البعثة اللواء محمد محمود وهو نائب رئيس الاتحاد ألف مليون مبروكا سمر إن شاء الله ادهب بإذن الله ترجعي به المصر تستحقي بتجتهدي أنا متابعها كويس جدا على سوشال ميديا متابعها كويس قوي على صفحات التواصل من ناحية تدريباتها واكتهدها ربنا وفاك ويعوضي خير عن سوء الحظ اللي انتابك تركيا بإذن الله هنروح لأحد يعني فتيات مصر الذهبيات بسانت حميدة تحصد فضية وبرونزية بملطقة بلزونا بسويسرا بسانت حميدة لعبية منتخبنا طبعا تفاقيين بطولة البحر المتوسط والدجة والألبان اللي عميته بسانت هي ما شاء الله عليها بسانت حميدة لعبية منتخبنا الوقت العلعاب الكوة حققت ميدليات في الملطقة الدولي واللي بتلاقي في سويسرا دلوقتي بسانت كانت حققت فضية وبرونز في البطولة العالمية دي لأنها حققت فضية في سباق 200 متر عدوا بعد ما سجدت 22 ثانية 29 من 100 وقدرت تتفوق على بطلة سويسرا وهي بطلة العالم جوة القاعات وبطلة أوروبا في سباق 200 متر وصاحبة المداليا الفضية في سباق 200 متر في بطولة أوروبا الأخيرة يعني خدت مداليا على حد جامل وكمان قدرت بسانت أنها تحقق المداليا برونزية في سباق 100 متر عدوا بعد ما حققت 11 ثانية و7 من 100 وتفوقت فيها وتفوقت فيها على بطلة جامايكا وهي بطلة العالم في سباق 200 متر وصاحبة المداليات الفضية في سباق 100 متر ببطولة العالم الأخيرة وكمان قدرت أنها تتفوق على بطلة كود ديفوار وبطلة أفريقيا وصاحبة الرقم القياسي الأفريقي السابق بسانت ضمرت التأهل لبطلة العالم اللي جاية ولا هتتلاقي بصيف السنة اللي جاية فيه المجر بإذن الله وزي ما حضراتكم فاكرين بسانت زي ما قلتلكم يعني في بطولة البحر المتوسط فازت بزهابيت سباقين 100 و200 متر وخلينا أقول لكم برضو بسانت كانت من اللعبات اللي صادفها سوق حظي كمان دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بتتعثر في البداية بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بتكتهد ومتيقاس وبتكمل ربنا بيفتحها عليك من واسع طبعا دي نتيجها وترتبع حاجة تفرح لما تلاقي بنت مصر الذهبية بتحصد مديليات بسانت ربنا وفاك انت نموذك طبعا للمرأة المصرية القوية المكافحة وخلينا أقول لكم كمان انه منتظرين منها كتير بسانت لسه ما عملتش حاجة بسانت ان شاء الله يعني نتمنى لها مديليا أولمبية يعني يا أقل حاجة لأنها مجتهدة جدا وبتستعد وكمان الجميل فيها انها بتعرف امتى تروح السبب وامتى ما تروحش عندها إصابة بتريح يعني بصراحة بسانت مش بس قوية فانها ولكن قوية كمان في التخطيط والاستعداد هنروح للعبة أخرى وهي كمال الأجسام الحقيقة مصر بتعمل فيها إنجازات كبيرة جدا وإنجاز تاريخي كبير لكمال الأجسام أو لعبة كمال الأجسام في مصر حتى الآن تأهل خمس لعبين لمستر أولمبية القادمة في شهر ديسمبر القادم ولكن أفكركم آخر لقابين لمستر أولمبية حققهم كان بيجرامي ضفنا اللي جلنا هنا في قناة النادي الأهلي الأهلاوي الكبير يعني مصر النهاردة ده طبعا سلط بيجرامي في آخر بطولة ليه في مستر أولمبية خمس لعيبة بيتأهلوا لمستر أولمبية حتى الآن في العدد مرشح للزيادة طيب مين إنجاز جديد حققه أبطال كوشكواد على فكرة بيلعبوا كلهم في فريق كوشكواد الفريق ده فريق مصري بيرعى كل اللاعبين وطبعا أسسه الأستاذ إسلام كرطام وبيرعى كل اللاعبين الكبار اللي حداكم شايفينه وملاعبة كمان وراء الكواليس هنسمع عنه في الفترة اللي جاية كمان أجسام خادت طفرة كبيرة جدا طيب من اللاعب اللي راحوا مستر أولمبية عندنا هتلاعب مستر أولمبية هتلاعب مستر أولمبية هتلاعب في ديسمبر طبعا كوشكواد كان محمد شعبان بعد فوز ببطولة تورونتو شو في كندا وحسن مصطفى بعد الفوز ببطولتين بورتريكو وأورلاندو برو والاتنين دول في الوزن المفتوح ده الوزن الأشهر بس عايزة أقول لكم مستر أولمبية هتلاعب في أوزان تانية المفتوح عشان يبقى مع البطل المصري بيجرامي صاحب الإنجاز الكبير طبعا وحامل اللقب 20-20-21 والمرشح طبعا الأول حتى الآن هل محمد إمبابي في وزن 2-1-2 هي دي الأوزان يبقى لكم عليها لو تاخدوا بالكم الشرطات دي بتتلبس مع 2-1-2 الوزن ده ومعها طبعا أحمد شكري في الفيزيك برضو في وزن تاني اسمه فيزيك بتاخدها تدريك يعني الفيزيك ده بعد شوية يبقى في 2-1-2 2-1-2 بعد شوية فيزيك وبعد 2-1-2 تروح على المفتوح انت بتقعد تكبر وعضلاتك تكبر وجسمك يكبر بتلعف وزن تاني أكبر وكمان مستنين مشاركة بطلاتنا أحمد الوارداني يوم 24 ستمبر اللي احنا فيه في بطولة أورلاندو كلاسيك لو كسبها يتآهل وهي البطولة الأشهر في مستر ألمبيا بعد ما استلم دعوة لمشاركة فيها وبيتمنى لو التوفيق طبعا لو فاز هيبقى لعب رقم 6 اللي هتآهلك عشان كده بقول لكم الرقم فيه ممكن يزيل فريق كوسكوات طبعا يعني شغال على كل الأوزان وبيرعى لعيبة يعني بيرعى ممكن 150 لعب لا معرفش رقم بس 150 لعبين بيبقوا فرومسين جدا وعايزين يعني يلعبوا اللي هي رياضة دي ولكن بيبقى ما عندهمش الإمكانيات في هذا الفريق بيرعى الأبطال دول عشان يوصل بهم لعالمية وخلينا أقول لكم أنه جمال الأجسام أو كبال الأجسام هذه اللعبة بتحظى بشعبية كبيرة جدا يعني لو بصين على اللعبة دول كلهم اللي وقفين على الستيج هتلاقي صفحته مع السوشيال ميديا بل 2 و 3 مليون متابع لا بيحبوها الشباب بيحبوا لعبوا كبال الأجسام على مستوى العالم كله فلما تلاقي أبطال مصرين بيشاركوا بينفسوا الأبطال الأمريكان اللي هم رقم واحد في العالم بيبقى حاجة جيدة جدا فأكيد خبر زي ده بيساعدنا وهنتبعه بخلي بالكم من هنا لغاية شهر 12 مستر أولومبيا زي السنة اللي فاتت قبل مستر أولومبيا كان بيجرامي معنا والحمد لله رب كنوا مشينا حلو عليه من هنا لشهر 12 اللي جاي هيكونوا معنا الأبطال دول بشكل أو آخر عشان نعرفكم عليه ونعرفكم على حجم الجهد المبزول واللعبة إزاي دي بتحاول توصل للعالمية يعني بإمكانيات قليلة ولكن الفريق اللي هم بلعبوا لي أكيد بيساعدهم وأكيد بيمدهم بكل الدعم المعناوي والمدي عشان يوصلوا يحققوا ويحطوا اسمه مصر قدام إن شاء الله الوحوش بتوعنا وحوش كمال أجسام يعملوا نجاز كبير السنة دي في مستر أولومبيا اللي بيتابعها ملايين بل مليارات على مستوى العالم كده تكون أخبارنا انتهت هنطلع لفاصل عشان نستقبل نجمتنا في تنس أطولة أحد أبرز اللاعبات دلوقتي في أفريقيا ومصر ألاقي يحيا واللي نجحت ان يتاخد بدلتين دهب في تورة أفريقيا اللي فاتت اللي خلصت منذ أيام ويكون معنا كابتن عادل شمان مدربها في النادي الأهلي وأيضا المدرب العام طبعا في النادي الأهلي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد في البداية طبعا برحب بنجومنا طبعا منورنا في الستوديو في تنس أطولة برحب بكابتن عادل شمان المدرب العام لفريق طبع تنس أطولة سيدات بالنادي الأهلي أهلا بيك يا كابتن عادل أهلا بيك يا كبتان هيسلم منورنا وطبعا سعداء اللي بحاجة تشرفنا كثيرا تسلم ربنا خليك يا كبتان هيسلم طبعا منرحب بنجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر وصاحبة الذهبيتين في حدود أفريقيا اللي فاتت اللي خلصت منذ أيام في الجزائر منرحب بنجمة مصر يحيي أهلا بيك يا أهلا منورنا فقرات النادي الأهلي المرة الأولى ومبروك لازم نقول كده الكاس جنبنا يا جماعة وأفريقيا معنا ومسيطرين وكله تمام منقللاش طيب خلينا أجيلك يا أليه طبعا أنت يراجع من أفريقيا وابتدي معاك الاستعدادت كانت إزاي يعني أنت تآهلت الها إزاي أفريقيا ورحت لها إزاي واستعدت إزاي يعني كلميني على الظروف لقبل البطول أنا علبتم بطول الشمال أفريقيا دي البطولة كانت مؤهرة لبطولة أفريقيا وبطولة العالم الحمد لله أخذت فيها أول يعني استعدادت لبطولة أفريقيا يعني شمال أفريكا دي كانت متلعزين تفاصيل كانت في شهر خمسة لفات كانت فين؟ كانت في الجزائر برضو كانت في الجزائر برضو حلو جميل جدا كان كم دولة مشاركة أو كم لعبة؟ كانوا يعني ممكن نقول 16 لعبة حاكذا 16 لعبة كتوتل من مصر كان كام يا لأ كانت اتنين بس كانت اتنين بس أنا ورقة ناغي تمام كويس تأهلت من خط أول اللي بتأهل كم واحد؟ اللي بتأهل اللي بيخش دور التمانية بس يعني كان حد واحد بس من مصر هو اللي حيروح فأنا ورقة وصلنا فاينل فالكاسبان هو اللي حيروح يعني والحمد لله تأهلت بقى فعرفت انت خلاص راح أفريكا من شهر خمسة بقى لغاية احنا هو في شهر تسعة كنا منستعد تمام حلو جدا طيب أفريكا لما روحنا الدنيا ايه؟ بطولة طبعا كورونا قلت فطبعا مشاركة اكتر لعبة اكتر الدول جاية بتقول لها صح ولا أنا غلطة طيب يلا استعدادت يعني أنا كنت مستعد من شهر خمسة أول معرفت ان انا خلاص اتأهلت لها تمرين كان زايد كثير صعب وكان عندنا بطولة قبليها بطولة جمهورية فبرضو يعني برضو كان تعتبر استعداد لأفريكيا برضو يعني مشاركة واحتكاك وكده وفيه العباد كويسين جدا في مصر فانت لو تلاحبوا سهدهم بيبقى احتكاك طبعا طبعا الطولة بتبقى قوي جدا بس فالحمد الله يعني كنا كمان عملين معسكر منتخب قبل الطولة هنا في مصر أفتاد القهارة طبعا كنا فترتين صبحوا بالليل وكان كابتن عيدت برضو معي على طول كابتن أحمد عياد كانوا يعني على طول زيادة مع تمرين المنتخب متابعينك ومتابعين حالتك وكل حاجة حد ما الحمد لله يعني سفرنا وربنا كرام طب لما روحت هناك في أفريكيا يعني أنت خدت دهب في الزوجي سيدات وخدت دهب مع الفرق الفرق بلعب أربعة صح؟ كنت مين؟ لا كنا خمسة كنت خمسة مين؟ أنا ودينا مشرف ويسر أشرف ومريم هشام وهنا جودة وهنا جودة انتو الخمسة اللعبتو وانتو الخمسة شاركتو طيب وجيتي بعد كده في الزوجي الجهاز الفني أو المنتخب يختارك انتي وهنا لتلعب كنت انا وهنا ومريم يسرى ومريم ورسة انتو لعبته طريبا مريم ويسرى في الفينال أو الغلطان صح؟ يعني انتو لعبته مريم ويسرى يعني دخلتو بثمين زوجي في الزوجي وتقابلته في الآخر طب لعبت فردي ولا ملعبتيش؟ لعبت فردي خسرت من على الأربعة من يسرى واربعة ثلاثة خسرت في دور الأربعة؟ على الأربعة على الأربعة على الأربعة على الكوارتر دور الثمانية قابلت من هنا جودة؟ قابلت يسرى خسرت أربعة ثلاثة لا كلماتش ماشي اكتب أماتش عزاب 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 طب كابت العادة لاجل حضاركي انت عندك مسؤولية كبيرة برضو كابتك ان حضارك في النادي الأهلي مركز مع لعبتك والشغل جوة النادي الأهلي وايضا مركز مع لعبتنا لبروح مع المنتخب يعني السنة دي كنت شايفها ازاي؟ شايف السنة دي كان خلاص كورونا مفيش مفي بطولات؟ هل ده بيبقى فيه يعني مشقة عليك ان تتابع أولادنا هنا وهنا وهنا ولا الموضوع بالنسبة لك انتخذت على كده؟ هو يعني في الحياة طبعا أكيد لازم نتابع اللعيبة بالذات اللي هم بيروح المنتخب ممكن أنا كنت على اتصال بهم على طول ايه الأخبار؟ التمرين عامل ايه؟ التمرين كويس؟ طيب نزود في الحتة دي طب نعمل في الحتة دي طيب في مجال تقدر لو في مجال انهم يقدروا مثلا يجوا الصبح مرة طب بعد الظهر او قبل التمرين بتاع المنتخب او فيه حاجة عايزين يزبطوها انا والكابتن احمد عياد بنقوم بالذور ده كويس قوي قوي يعني فكنا متابعينهم جدا كويس جدا يعني طب قول يا كابتن يعني خلينا اتكلم عن نادي الاهلي اكيد اللاعب لو مفيش معسكر مع المنتخب يتعد مع النادي بتاعه طيب احنا السنة دي طبعا الاء انضمت لنا السنة دي حديثا جاية من جزئة الورد طبعا قادمة من جزئة الورد ده حاجة يعني اسعدتنا كلنا معروه الناغي اه طبعا اه وده حاجة سعيدنا طبعا في انضمام اتنين نجمات كبار من منتخب مصر في نادي الاهلي اكيد هيبقى اضافة واكيد نادي الاهلي بيرحب بيهم ومشامشوا من نادي تانية طبعا يعني ده برضو بيخلي التدريب قوي يعني انت بما عندك نجمات مستوى عالي ومصنفات على مستوى العالم التبرين ببقى صعب انتو بتعمله ازاي بتكله ده ازاي هو في الحقيقة احنا تملي فعلا بنركز اوي ان يكون عندنا القوة التدريبية تكون كويسة نجيب لعبة ترينرز يتمرنوا مع اللعبة احنا عندنا ممكن تلاتة او اربعة وساعات بنستعين بلعبة تسعتاشر سنة علشان التملين يبقى قوي واحتكاك او يبقى قوي اهلا بتنس الطاولة لازم تغيير ايد ما ينفعش ان اللعب يلعب مع حد معين على طول لازم يبقى فيه تغيير ايد فاحنا عندنا تلاتة او اربعة ترينرز يتمرنوا مع البنات مع الفرقة وساعات بنستعين من فرقة ساعتاشر سنة وساعات فرقة الرجال بيلعبوا معنا بطشاط يعني فانتو هنا بتخلقوا جو يعني يعني سباحات اقول تلووس انت كل يوم انا بلعب قلاء خلاص خدنا على بعض اللعب وبتاع ما بقاش فيه جديد بالزبط بالزبط ده 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 شغلكوا الاكتر بالزبط ان انتو ازاي تخلوا اللعيب يبقى طول الوقت يعمل رفريش الامكان بالزبط اه يعني احنا يعني يهمنا كمان ان عدد الفريق يبقى كتير ما ينفعش مثلا يبقى الفريق تلاتة او اربعة لعيبة بس لا احنا عندنا سبعة تمانية لازم التمانية يكونوا كويسين عشان التمرين يبقى كويس واللعيبة تستفاد وعلاوة على كده كمان زي ما بقول لحضرتك احنا جايبين ترينرز يتمرانوا مع اللعيبة وساعات بنا ستعين بلعبة 19 وساعات الرجال بيدخلوا يلعبوا معنا غير كده بتبقى حريسة اه بتبقى حريسة على الحتة ده ده خلينا اقول برضه كابتل انه يعني انت لما بتجد تتعاقد مع لعب او بتشوف لعبة حتى الله معك في الفريق اول بيبقى ليه موصفات ايه اهم حاجة انت شايفها ان دي غير بلا يعني دي لازم اللعب ده او اللعبة دي خلينا فالسيدات لازم الصفة دي او حاجة اللي انت شايف هذه دي لازم تكون في اللعب مش هتنازل عن هذا ابدا يمهم جدا مهم جدا ان اللعيب ما يخافش الماشد يعنين مهم جدا ان هو يعنى اي مكان هتنزل رقم واحد ينزل رقم اثنين تتنزل رقم تلاته هتنزل دد الاهل يتنزل اه ياسف ضد زه مالك هتنزل دل ديمちゃيه يبقى مستعد ما حسش إن اللعيب بيهرب من الماتش أو بيقلق من الماتش أو بيقلق من اللعيب معين لأ أنا حب وتمالي مهم جدا إن اللعيب لازم يكون واخد على وقفة الماتشات اللي هي بتاعت الدورة بذات إن الماتشات دي بتيبقى مهمة جدا إن الماتشات الدورة مهمة جدا بتبقى صعبة جدا بدور على المواصفات في المواصفات دي اللي في اللعيب اللي أنا بقى أعيزهم وبصراحة يعني في ألاء وفي الرؤى النقطة دي هم لعبوا الماتشات كتير جدا يلعبوا ضد الأهل كتير لعبوا ضد الزمالك كتير لعبوا ضد سبورتينج كتير تبعت أدائهم أكيد أكيد يمكن أنا ألاء ورؤى عايز أجيبهم من بلي سنتين وكل سنة طب معلش السنة اللي فاتت باباها بصراحة قال لي قال لي معلش دينا السنة دي وإن شاء الله هتبقى معك السنة الجاي وألاء كانت في ماذا كويسة جدا أن هي حتى لما تكلمنا معاها كانت بتقول يا جماعة ما حدش يكلمني إلا بعد الدور ما يخلص وإحنا كنا احترمنا فيها أو دي وفعلا ما تكلمناش معاها إلا بعد ما الدور خلص والماتش خلص خالص واتكلمنا معاها بعد كده بس اسمح لي هنيك لأن أمانة أنا استفدت منك بوالله بجد وإحنا على هواء الله يخليك إن فعلا الصفة دي اللي هتبقى تتكلم عليها أنا فعلا أنا من هنا ورايح هاخد بلينة بجد لأنه لو اللعب يقلق فما فيش لعب بالضبط الناحية دي مهمة جدا في الكورة في السلة في الطائرة أي لعبة لو اللعيب وقف على الستارت أو وقف المبارئلة وحسية المستوى حصله ضروب بالضبط نتيجة أنه الآن هنا فيه أزمة كبيرة ومشفت صلة حالة وكامات أين عيزم حضرتك في لعبتنا اللعب الفردية بتلاقي لعب فردي ولعب فيه على فرد Low Fide وفيه الآتين وفيه ًلى الأتنين طبعا ده طبعا فيه ً Ral Bishop بس أنا بتكلم أن لا أنا أهمني اللعيب اللي بالعاب فرد وقف المرك كتير وقف الموقف ده كتير كده في لعاب طبع hacemos positive وتلعب في الفرد كويس جدا جدا فيه بس 2 صفا لا لا مافيش أنا يعني بقول لحدك يا ريت حتى يعني مداربين كرة القدم اتفرقوا عليها فعلا انت دي بلي هي اسمها اي بقى ترجمها انا اللي بلو عليها شخصية النادي الاهلي بالزبط بس انت حدك فصرتها لي بشكل يعني يمكن اول ضيفي فصرها لي بشكل ده شخصية النادي الاهلي ان انا مقلقش انا النادي الاهلي انا مبقاش عندي اه لا طيب خلينا روح لألاء برضو انا عايز انت برضو الناس ما تعرفش ألاء من أسرة كرة سلة الصرف مين بقى مين خلها خلها المهندس محمد عبو الطلب نائب رئيس اتحاد المصري لكرة السلة وشرك الملائب طبعا سنين طويل احمد عبو الطلب صح واحمد كمان عبو الطلب لعب نادي القلهمبي ولعب نادي اسموحة ولعب نادي الاتحاد خلها التاني هي اذا من عائلة كلها كرة سلة لا يعبتيش سلة ليه لا والله صراحة انا كان نفسي في الاول كان نفسك وانت صغيرة مين لقلك لا احمد هو المشكلة ان انا يعني كنت بروح معا النوادي كتير والتمرين طويلة انت خليبات انا اعزا لك واعلا بسم الله انت طويلة انا كنت بروح معا التمرين كتير وكده بحب اتفرج اصلا على التمرين فكان المدربين لما بيعرفوا السن مع طول فاتها اه هو كان بصراحة هو لما شايف انها كنت بدأت تحقق في اللعب عندي فما حبش ان انا يعني اتشتت ما بين الاثنين. بس اريد ان اقول لك الحاجة احنا نشكره. مش هتزعله ومش هتزعله. هو ان دينا بطلة افرق. فان احنا مش زعلانين صح ولا لا. احنا نشكر كابتن احمد وان اقول له يا كابتن. ما تخليش حد ما عليك وخلص انا عباسك. احنا برص نرتاح بقى. ما تعرف الاتحاد والاقلي كده. دائما بالعوة منافسين دائما. فاحنا نحاول بقى ناخدها من الاول. احنا نتحدث عن محطاتك في حياتك. انت لك محطاتك. انت من انت اسكندري. وبدأت في الولمبي صح؟ محطاتك ايه؟ طبعا احنا نعرفكم ونادي اهلي بيك اكتر. ايه المحطات التي مرتبت بها قبل وتيجي النادي الاهلي. انا يعني انا عادت كثير او في نادي اولمبي. انسات ما بدأت لحد من ثلاث سنين بالزبط. انت قالت نادي كزيرت الورد. انت عادت كم سنة في الولمبي؟ انا بدأ من ان انا عندي ست سنين تقريبا. لحد من ثلاث سنين. فممكن نقول يعني احنا 12 سنة تقريبا. بس بقى كده اتناقلت نادي كزيرت الورد ثلاث سنين. وبصراحة ايه كانت فترة كويسة. والناس هناك كلهم كانوا كويسين جدا. بس لحد بقى ما يعني جاء الوقت المناسب. انت عندك كم سنة؟ عشرين. عشرين. ما شاء الله لسه صغير لسه عندك العمر كله ان شاء الله. طب انا عايز بقى اعرف تفاصيل اكتر ونتكلم ونجيب مدخلات. بس خلينا اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل. عشان نتكلم اكتر بتفاصيل. وللكم الجديد في الخبر طبعا عندنا ابطال تقدموا في مركزهم كتير جدا. يعني لينا مش فتقدمت وايضا هنا جودة تقدمت في الترتيب او التصنيف بتاعها العالمي. وعندنا تفاصيل كتيرة ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ازا ما قلت لحضراتكم انه بطولات افريقيا او بطولات افريقيا اللي فاتت اللي تلعبها منتخب مصر. ولسه عارف من ضيوفه كابتال عادل شرحلي يعني في الفاصل. انه بيبقى ليها ويت كبير او ليها وزن كبير في اللاعبات في ترتبها او الرنك العالمي بتاعها. فطبعا يعني احنا شفنا دينا مشرف يعني او قفزت حوالي 21 مركز. بقت في المركز 29. ايضا هنا جودة بقت في المركز 14 سيدات. وفي الاول 17-15. الاء يحيى كده رفتنا في الستوديو النهاردة بعد بطولة افريقيا. قبل بطولة كانت 170. دلوقتي قفزت 15 مركز مرة واحدة طبعا. فده يعني واتبة كبيرة. 155 مركز. فطبعا لازم يعني ما يجيش حدث زي ده لما يكون طبعا معانا على التليفون. لعبتنا قسطورتنا الكبيرة دينا مشرف. عشان طبعا نبركلها على افريقيا. وأيضا نبركلها على الرنك العلامي الجديد كأول لعبة أفريقيا وعربية تصل لهذا الترتيب. أهلا بك يا دينا. دينا ازايك؟ الحق دول الله. ألف مبروك. وطبعا حاجة تساعدنا جدا النتائج في أفريقيا وأيضا الرنك العلامي ليك. يعني كلميني وشعورك ايه؟ مرسي جدا نبرك. الأول بس عاي سلم على السنعاتل وعلى قلائق. يوصل هم سمعينك. الحمد لله والله طبعا. أكيد مخصوصة جدا بالبطورة الأساسة. يعني الحمد لله. يعني ربنا وفقني فيها الحمد لله. وطبعا أكيد بارض مخصوصة جدا بالتصنيف. يعني الحمد لله ده أعلى تصنيف وصلت له. فالحمد لله مخصوصة جدا بي. طب دينا لعبك في أوروبا ضفلك؟ يعني لعبك في ألمانيا وفرنسا. ضفلك؟ آه طبعا. طبعا الحمد لله. يعني أنا كنت هناك. أساسا يعني الهدف من أن أنا أروح ألعب هناك هو الاحتكاك. وأن أنا أخذ فجرات كثيرة. يعني عشان هناك كل اللعيبة جمزين جدا من أوروبا. وفيه كمان كان لعيبة أستويتي. فالحمد لله أعتقد أن ده حصل. يعني تمشط كثير قوي هناك جمزة. مستواها عالي. فالحمد لله أكيد استفدت من تجربة كثيرة. يعني الحمد لله. طب دينا يعني اللاعب الناجح دايما ليه طموحاته ما بيشبعش نجاح. إيه اللي نفسك تحقيقي تاني؟ والله يعني نفسي إن شاء الله أن أنا أحاول أتحسن يعني أكتر كمستوى. ده مبدئيا. إن شاء الله ده ممكن يساعدني بقى إن أنا أحقق أهدافي بها. إن أنا أعلي التفنيش العالمي بتاعي أكتر. نفسي إن شاء الله أن أنا أكون الخطوة الجاية في التوب 20. فأحسن عشرين لعيبة على العالم إن شاء الله. ونفسي كمان إن في يوم الأيام إن شاء الله أكسب ميداليا كبيرة المصري. يعني زي مثلا سيكاة عالم أو أولمبيكس أو طولة عالم. إن شاء الله. لا إن شاء الله هتعملي كده وأكيد أنت مكافحة مثابرة. طيب الخطوة اللي جاية إيه بقى دينا؟ يعني دلوقتي خلاص أفريقيا صفحة وتقفلت والحمد لله توفقنا فيها بشكل كبير. أكيد عندك بطولات دولية تانية. عندك خطوات تانية بحطتها في أجنتيتك. إيه اللي عندك تانية على المشتوى الدولي؟ هو إحنا إن شاء الله أول حاجة عندنا بطولة العالم تسطين فرق. دي خلاص كمان أسبوعين إن شاء الله هم تسطين أو ممكن أقل. فدي أول حاجة. غير بقى البطولات الدولية التي هي البطولات الدولية التي يحطها التحاد الدولي يحطها على طول. يعني تقريبا كل أسبوع أو حاجة في بطولة. كلها طبعا بتأثر على تفنيفها كلها مهم إن الواحد يحاول يشارك فيها على قد ما يقدر. بس يعني دي الحاجات القريبة إن شاء الله. طيب بطولة الصين هي بطولة العالم للفرق صح؟ آه مضبور. بتستعدوا دلوقتي يا دين يعني دلوقتي مع أسكرين أو مرايحين شوية بعد بطولة أفريقيا؟ يعني كم يوم راحة كده. كان لازم عشان يدخل طولة أو كده. وإن شاء الله مفروض هنبدأ على طول مع أسكر منتخب من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. طيب تحدد اللي سافر يا دينة من مسافر؟ ولا لسه القيمة النهائية متعلنش؟ آه لا اتحدد. يعني أربعة في البنات وأربعة في الرجال. طيب ممكنت لهم لنا يا دينة؟ في البنات إن شاء الله هبقى أنوق هنبودة ويسرق الشفحيني ومريم الهوديبي. وفي الولاد. في محمد البالي. شادري مكدي. يصف عبدالعزيز. وفي حد رابع شومان تقريبا. شومان. طيب إحنا آخر بطولة شاركنا فيها كانت إيه؟ كانت ترتبني أي يا دينة؟ إه آخر بطولة عالم بطينا فرق. قد حصل أن احنا كانت أول مرة أساساً أنت وصلت شارك في حيات 2. والله أعلى. تصنيف للبطول اه بالضبط وده كان ساعتها حاجة او مرة تحصل في التاريخ ساعتها احنا كانت صوتنا جمدة شوية ففي دي بيجون وندا متوفقناش في المجموعة متأحذناش في المرحلة اللي بعد كده المراضي نظام اتغير بقى خالص يعني بقى اساسا اللي بيشارك في طوط العالم اثنين وتاسين سريق بس واشن الحمد لله من ضمدهم والحمد لله كمان مصنفين الحجان شرف واثنين وتاسين سريق دوي فيعتبر تصنيفه مراضي اعلى من اي مرة طيب برضو يا دينا انا برضو عايز يعني برضو اتكلمك عن البطولة في الجزائر يعني احنا يعني الفترة اللي فاته كان فيه بطولة بحضة متوسطة في الجزائر وايضا بطولة افريقيا هي في الجزائر وكان فيه مسندة كبيرة من الشعب الجزائري ده لما استيه يعني هناك يا دينا ولا ايه اه طبعا يعني فعلا في المراتين زي ما حيك قلت الجمهور كله فطراحة يعني سجعنا ومعانا اوي حتى يعني بس احنا نلعب المصرات سمعين تشجيعهم وكده يعني هم عموما حتى لو احنا محتاجين اي حاجة فعلا الناس منظمين وكده بيتتعدونا ويعني لطاف جدا معانا وفعلا بجد ده فرق معانا يعني الروح كانت حلوة اوي كل واحد كانت مبسط فيها للحمد والله اكيد ده طبعا يعني حاجة تسعد وخلينا اقولك احنا اعرضنا فيديو انت تتكلمي دلوقتي دينا انه في منصة كانت كلها على مصر يعني اول تاني تالت مصر وانت كابتن فريق كان شعورك ايه وانت شايف على مصر مسيطر على المنصة لا يا حاجة طبعا مشرفة جدا يعني الحمد لله احنا يعتبر كده مسيطرين على القرى الارغسية الحمد للباس طبعا هو المنافس الاساسي لنا ناجيريا يمكن البنات المراضي السيدات بتوع ناجيريا نكنوش متواجدين بس احنا الحمد لله يعني بقى انك كذا سنة وحتى وهم متواجدين احنا يعني في المراكز الاولى الحمد لله اكيد ادينا اكيد اكيد شعور جيد واكيد بنبركلك على يعني طبعا على الانجازات في افريقيا وايضا الرنك الاعلامي وتمنالك كل التوفيق دينا مشرف نجمتنا ونجم التنس الطاولة بنادي القلي ومنتخب مصر وكابتن منتخب مصر اشكرك شكرا انجزيرا يمكن اقلاق برضو لما تتمرني مع مجموعة كبيرة ولمجموعة لعبات بالشكل ده اكيد يعني يعني اقول احسن اعداد لقيلعب صحو لا يعني مع النادي الاهل الفترة الجاية اكيد اكيد هيبقلك بقى الحتة تانية ان شاء الله وجودك شايفة او لا انا شايفة جدا وجد الفترة الفتت اللي انا يعني بدأت فيها في النادي حسيت بفرقك يعني الروح اصلا هناك فعلا هي حلوة وانا مرتاحة وانا باتمرن هناك والموضوع بسيط وبقيت فعلا يعني عايزة روح دايما يعني صبحه بالليل ولا التمرين حلو طب قوليلي انت انت اسكندرية وجيت القاهرة طب الترانسفير ده هتعملي ازاي يعني هل مثلا دراستك عملت فيها اي هل خلصت دراستك يعني كلمين على الصروف المحيطة بالانتقال اهي او كدش اسأل حاجة بس انا يعني دلوقتي تانية جامعة داخلة تانية يعني هكمل السنة دي عادي في اسكندرية ممكن عالسنة الجاية اشوفت لو هحاول او اي حاجة بس انا يعني قادر اتوفق قادر اتوفق وان شاء الله يعني بحاول اقدم اقدر ان انا افضل في الكهرة عشان استفيد بتمرين دي الاهلي طبعا طبعا لان ده انا متوقع ان شاء الله سنة اتنين هيحطك في حتة تانية لان كابتن عادل نفسه بيقول دلوقتي ان احنا منغير في التمرين انا شايف ان ده انا عايزك اتمرن انا عايزك اتمرن اتمرن انا عايزك اتمرن اصلا اه لا بس هو بس لما اتمرن مع اللعيبة كده يعني جامدة والمستوى واللي داخل واللي طالع وكل ترابيزة هتلاقي عليها نجوم كبار بيتمرنون بجد يعني حاجة يعني منظومة يعني اكيد اي لعب يتمنى يبقى فيها لان طبعا يحب مستوى حضرتك تخيل كده مثلا لو بتتمرن على طولة وجنبيك مثلا سيد لاشين ولا محمد البيالي ولا شادي ولا خلد عصر ولا شمان ولا دينا مشرف وهنا جودة ونا دين الدولات لي وصار الحاكم على فريدة وقلاء جاتها هي وقلاء ورؤى الناغي فتمرين بيبقى شادي يعني هي المنتخب مشنادي بالزبط بالزبط انت حضرتك لو بسيط لقوام المنتخب في السيدات ولا في الرجال طب خلينا نقول لسادة المشاهدين انا عارف مين اللي راح من عندنا منتخب بس خلينا نقول مثلا نبتدي بالسيدات كم لعبة شاركت من عندنا في المنتخب من نادي الدهل عندنا تلاتة دينا مشرف هنا جودة ألاء واحد من حد من زمالك اللي هيوسر أشرف وحد من بوتر جت مريم الهضيبي بنت الأهل بلزبط كده في الولاد نحن نتكلم في حوالي 80% من قوام السيدات الأهل طب نروح للرجال الرجال كان فيه محمد البيالي كان فيه محمد شمان كان فيه عمر عصر خالد عصر وأحمد عليم من الزمالك نتكلم بربع تسعين في المننتخب مصر يعني أنا بس عايز أوصل لحضراتكم كابتن عادل مشكوراً وضح لي 90% من منتخب مصر للسيدات من نادي الأهلي وتسعين في المائة من منتخب مصر الرجال من نادي الأهلي هنا نادي الأهلي بيقدم يعني أبطاله ونجومه وبيدعم منتخب مصر بالكوادر مش بس اللعبة المدربين كمان مدربيننا بيدعموا منتخبات مصر بشكل كبير عشان نوصل للعالمية خليط لعلى الفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع كابتن عادل وألاء ولكن بعد الفاصل أهلاً بحضراتكم الجديد ويمكن كنا بنتكلم في الفاصل مع كابتن عادل في البريك يعني وكنا بنقول على الجيل الحالي فكابتن عادل أنت ليك برضو تعليق على الجيل الحالي ده ليه الجيل الحالي ده ما شاء الله حق إنجازات ممكن بغير الأجياء قبل كده ممكن نظرك إيه السابق؟ والله هو الجيل الحالي احتكاجه كتير قوي يعني بيلعب بطولات كتير يمكن ما كانش متوفر قوي للجيل القابل كده صحيح كمان موضوع الاحتراف في اللعبة بتاريت تحترف بيلعب في أوروبا بيلعب في أوروبا كتير جدا جدا يعني فيه مثلا محمد البالي بيلعب في النبسا مخلد عصر في الدنبارك وعمر عصر في ألمانيا محمد شومان في تشيك السيد لاشين طبعا لعب في دوريات كتير جدا وآخر هو رايح تركيا كمان فدايمكن اللي هو سمح ان الجيل داي بقى متميز عن الجيل القابلي الاحتكاك والبطولات الكتيرة اللي بنشارك فيها يعني احنا ما كانش متوفر الكلام دوا زماني لكن دلوقتي اللعب بيلعب بطولات كتير جدا اسمح لي حقيقة مرة تجربة لانه فعلا أنا طول عمري بقول الاحتكاك اليد كويس ليه غير السلة والطيرة بالضبط اليد بيحتك بيحتك كتير صح بيلعب مع بطولات أوروبا بينزل يزوء ده ويلعب مع ده فهو الاحتكاك انا انا ممكن بس كابتان هايسام كان يمكن انا زمان وانا كنت ماسك يعني اللي هما نشئيني النادي الاهلي اللي هي دينا مشرف وناديني الدورات لي وكان فيه صارع عمر ومشرف كنت انا باخد المجموعة دي ولفي بها الانداية فعلا اه من نادي الاهلي كنت لفي بها تلعب هنا وتلعب هنا اروح جاسكو مثلا كان ألعب مع الولاد اروح مش عارف نادي ايه كده كانوا يستجيبوا معاك اه بصراحة او يعني هم استفادوا جدا من الفترة يعني انت بقصدك تقول انت حتى على المستوى المحلي لو فيش امكانيات انت دور تحتاجك كنت بعمل كده بس علاق عايز توصل بقى دولي لا خلاص يعني عايز توصل على مستوى الدولي لازم تحتاجك دولي بالزبط كده انت بتتكلم على المستوى المحلي يبقى احتاجك بالزبط فانت مؤمن منذ البداية بالاحتكاك بالزبط اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا المستوى الفاني ده مفروغ منه انت لازم يلعب كويس اه طبعا اه طبعا لو انت ما بتلقش عندك برسونالة كويسة وفي نفس الوقت تحتك تبقى في حتة فاني دي كده حتة تانية صحيح الله ينور عليك طب خلينا جيلك يا لأ برضو انت أنا كلعب وانا ليه عمري كده كان فيه مدربين ليهم فضل عليها ومش هنساهو حتى اللي لسه عايش سايحة المادي اولمبي كابتن خلت حجاج هو رئيس الجهاز من الاول هكماعية اقوم من بيك جدا طبعا اشكروا مدربين كثير قوي نادي شريف اسماعيل نعم فيه بقى فيه طبعا رجال كانوا برضو بيرانوني شادي زكريا محمد تامي نزدي كلها فيه كفتن محمد طه ده تاعب معي جدا وكان يعني كان من أول الأسباب أن يخليني أخذ أول طول الجمهورية بس الله يرحمه يعني وقد هو تعب معي وكان سبب كبير قوي يعني مستوي كفتن أيمان أباري ده هو المعلمني وهو فعلا اللي طلع بي لحد الآخر وكان فعلا ده أكتر حد كمؤمن بي طبعا بقى جزارة الورد يعني فعايز أشكر الجهاز كله كابتا أحمد اللايسوي رئيس الجهاز وكابتا أشرف سليمان ومحمود لاشين الإداري كل الناس دي فعلا يعني كاليوم دور في أي حاجة كابتحصل يعني التلسين لفاته كويس بيبقى اللعب يعني في حياته بيبقى كده يعني ما انت بقيت لعب ازاي بيبقى ليك دور كبير بس المدربين مقفوا جنبك فبتبقى حاجة كويسة جدا ان الواحد يبقى مهما وصل بالعمر فاكر اللي كان ليه بصمة عليه طب خلينا نتكلم عن زميلك يعني أكيد لك حد أو يعني لعبك معاك طول الوقت بس انتوا تفرقتوا مثلا هي قعدت في جزارة الورد أو انت جيت للأهلي في حد يبقى يبقى كذب يسموه روميت يعني معك في القدس يعني هل في حد معك كذب أو انت من نادي من نادي مفيش حد قريبك اهوانا بصراحة يعني الحمد لله كلهم نوادي كلها يعني يعني اللايبة كلها زمايلي واخواتي وكل حاجة فاحنا منتسافر مع بعض كثير فالعلاقات قريبة قوي يعني يعني لعبة ما يعني قالت اني مفيش حد بيكره قلاء شوفت اهوالله يعني يعني ما شاء الله عليها بجد يعني كل ناس بتحب اهوالله يعني هنجود قالت لجد يعني واضح انت اجتماعاتك مع اللاعبات كلها وعيسة المنافسة ما بتخلكيش يعني برضو مهم جدا المنافسة الشديدة دي ما تخلكش تخسر حد قريب منك دي مهمة جدا في تناس الطورة يعني حتى لما بتنقل من النوادي يعني لقتي بتفضل هي معك كل يعني طب اسألك برضو سؤال انتي طموحاتك يعني عايزة توصلي يعني ما شاء الله انتي ستب باي ستب تب تب أحسن وانتي توجدت في المكان الذي يلي بك خلاص في نادي الآن طيب خلاص ده خطوة هن هنخش يقيتوا محاطج بقى عايزة توصلي من خلال النادي يعني متمنى طبعا ربنا يوفق اني يعني في خطوة جديدة و أقدر عند حواتنا ظنهم كلهم أتمنى وناخد البطولات كلها عندها عربية عندها فرقية الدوري كاس يعني حتى في الفرد ان شاء الله يعني أشرفهم برضو يعني لا لي خطوة كويسة جدا عايزة تبقى أحسن في كل الاتجاه البطولات والفرد وكل حاجة عايزة تبقى أحسن في كل حاجة وهتبقى إن شاء الله يا رب إن شاء الله طب كابتال عادل يمكن ما ينفعش حداتك معايا ما نتكلمش بقى عن الموسم والاستعدادات والدنيا ماشية زاي وراحيل لفين وإيه اللي استعدادات وإيه البطول هل في بطول عربية هل نشارك فيها ولا لأ بطول أفريقية يعني كلمني عن الموسم بقى شكل البطولات وشكل الموسم هل بقى شكله إيه والله المفروض إن فيه بطولة بطولة فردية المفروض إن هي في شهر عشرة بس مش عارف مدى إمكانية مدى إمكانية إنها ممكن تقوم لأ لأن اللي هي في معادها تبقى يوم ستة عشرة فين لسه متحددتش مدى إمكانية بطولة يعني أفريقية لا فردية محلية محلية لأن المنتخب في بطولة العالم هيرجعوا من 8 فمش عارف بقى هل بالضبط عندنا إن شاء الله بطولة الأندال العربية في شهر 12 نحن نحمل نقب رجال وسيدة بالضبط كده عندنا في شهر 12 هتتعمل كانت مفروض إنها تعمل في تونس هتعملت سنفات في أردن خدتها هتعمل في بصر إن شاء الله بس لسه المكان فين والزمان بالضبط من 25 و12 الـ 31 إن شاء الله آخر السنة بس المكان فين لسه ما تحددش عندنا إن شاء الله يتخلى للفترة دي الدوري التي هي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية بعد كده احتمال في شهر 3 وشهر 4 يبقى النهايات الدوري في شهر 6 إن شاء الله احتمال كبير جدا بطولة الأندل الأفريقية تتعمل والنادي الأهلي يعني ممكن تتعمل عندنا إن شاء الله في النادي بس كتها الأولى ولا بكده لها نوسها بس سنة أمرا سبعة بطولة الأندل الأفريقية لا لا لاتلعبت والسنة سنة اللي فاتت نادي أمبي من مصر خدها السنة المفروضة إن هي تتعمل وإن شاء الله احتمال كبير جدا أنها تعمل في النادي الأهلي إن شاء الله في شهر 6 أو إن شاء الله يعني أنتم تفكروا يجبوها النادي بزبط كده إن شاء الله هو بيبقى في الأندل الأفريقية من أكبر منافسين هل النادي من مصر أيضا أو من ناجرية في ناجرية طبعا من ناجرية في من الجزائر من مصر طبعا يبقى في الأهلي في الزمالك في أمبي دي هتبقى منافسين في الرجال من أفكار والسيدات بالضبط كده في السيدات هيبقى برضو إن شاء الله طيب خلينا برضو يا جماعة عرضوني الجدول كده بتاع بتوط أفريقيا اللي فات اللي احنا كنا شفنا ده اللي هو بتاع المادليات لو ينفع نعرضه للأستاذ المشاهدين عشان نقول لحضركم حجم التفوق المصري الواضح اللي كان موجود في بتوط أفريقيا يعني طبعا إحنا بنتكلم بتوط أفريقيا بتوط أفريقيا والإنجازات طيب قدي الجدول قدامنا هو مصر يعني في المركز الأول سيبوا لي الجدول بس أشرحه واحدة واحدة مصر باربعتشر مادليات ستة دهب اللي معنا في الستوديو معها مادليتين منهم ستة دهب خمسة فضة تلاتة برونز يجي في المركز التاني نيجيريا فرق باربع مادليات فرق عشر مادليات بيننا وبين التاني يعني التاني احنا أول الربعتشر التاني نيجيريا باربعة النيجيريا واحدة دهب وصفر سيلفر مفيش فضة وتلاتة برونز يعني أربع مادليات نخش بقى على الجزائر الشقيق ست مادليات بس للأسف مفيش منهم فضة دهب عشان كده نيجيريا واخد عليها مركز التاني واخد طبعا الجزائر واحد فضة وخمسة برونز هنخش بعد كده على تونس الشقيقة برضو فيه تلات مادليات واحدة فضة واثنين برونز نخش على موريشيوس نأسف مادليتين اتنين برونز نخش على كودفوار واخد مادليا واحدة برونز ومصر طبعا الفرق بينها وبين التاني عشر مادليات بفرق خمس مادليات دهب بنا وبين نيجيريا احنا ستة دهب وبالمناسبة اول وثاني بس هم اللي جايبين ده التالت والرابع والخامس والسادس ما جابوش ده دي نتائج بطولة افريقيا اللي لعبتها مصر اللي كانت فيه ارض الجزائر الشقيقة واللي تلعبت من تسعة سبتمبر حتى اتنين وعشرين وطبعا دي نتائج زي ما حدتكم شايف تفوق واضح للفرقة المصرية وتسعين في المية من المنتخب اهلي للرجال وتسعين في المية من المنتخب سيدات ايضا اهلي خمس لعبات سيدات وخمسة رجال طيب لا يمكن دخولك النادي الاهلي وحضرت تمامين بقى في الصالة وشفت الدنيا وحضرتي يعني اوما دخلت صالة النادي الاهلي انت لقبت عليها قبل كده طبعا بس انت داخل لدلوقتي بشكل انت يعني لعبة حسيت بغربة ولا حسيت الدنيا تمام هايك تأمر خش صاط الاهلي خالص خالص لديها رحبة ولا حسيت بغربة لا ما حسيتش بغربة صراحة يعني اوالناس كود لا طبعا عشان لعبة كلهم زمعيدي في المنتخب يعني وابنسفر دائما فأصلا كده 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 خالص كده كده بصراحة يعني كانت لو حسيت اللعبة أنه مش مرتاح ممكن يبدل ممكن في تجربة ما تبقاش خالص وكابتن عادل وكابتن أحمد عياد وكابتن أشرف كانوا يعني كانوا مخليني أصلا محسش بدا فلا يعني الحمد لله ما حسيتش بأي حجر أهلا بيك يا خي نادي الأهلي ونورتيني وشرفتيني أعلاء أشكرك نورتيني وشرفتيني أعلاء يحيا نجمة مصر ونادي الأهلي دلوقتي طبعا في تنس الطاولة بنورتيني وشرفتيني شكرا كابتن عادل طبعا متقلق دائما ولسا فاتت منك النهاردة حابه يا كابتن عادل النهاردة استفتت منك بصراحة والله كابتن عادل شبهان المدرب العام لسيدات تنس الطاولة بنهادي الأهلي بشكرك نورتيني الله يخليك كابتن عشان ربنا يخليك أعزائي المشاهدين دي كان حلقاتنا النهاردة عن تنس الطاولة طبعا نتكلمنا في كل حاجة وشفنا الإنجاز الكبير للحقيقة ومصر في بود أفريكة اللي فاتت بشكركم شكرا جزيلا حسنا متابعة وإلى حلقة جديدة مع الله